مختلف المسابقة هذه مشاركة فيها أنا بالنسبة لي أنا ضد المشاركة هذه بش ما نش بش روها تاوها روها تعرف الجمعة متاع المشاركة جمعة اللي بش نخرجوا فيها الليستة بش تكون لقيقة بش تكون سماء شكوة بش نعطيه كان كان قبل مرياح و وطقاء مثلا مرياح وتضرب بش تقول يتيخوا تقاو بن حميد هذه التراجيين عطيت في الافريقي بش تيخوا حمزة بن عبده و ايت مالك هذو مازوز موجودين ما هو ما نحكيه بصراحة في الاتوال بش تيخوا حزوز مهمين يتأثر هنا حسب رأي حسب رأي هو قالوا يالباريفة ما خمسين نلف دولار سيبيلال تدفع يخوي اذا كان السيد كامال يدير مينجمش يتفعهم ما نشاركش في الدورة اللي بعد ميسيرش مش حاجة كبيرة أنا بالنسبة لي أنا السيد كامال يديري كان عندوش خمسين نلف دولار خوي اللي بش يصوت العام يدفع بايو في الخمسين نلف دولار ليه هو ليه بش يكون عندوش خمسين نلف دولار على خاطر انتي الدجاء المشاركة بش تكلفك على اقل خمسة ستة مرات قدل خمسين نلف دولار انتي بش تمشي تشارك وبش جيب طيارة بش تخلص مدرب وبش تصرف على اقل ميتين نلف دولار بش تمشي تقعد من عشق قديش الدوم اقل من شهر اقل من شهر بش تصرف ميتين نلف دولار انتي بش تخلص خمسين نلف دولار ركس رفت الرباع اذا كان ما فاماشا نوبجيكتيف سبورتيف انا نجوف دو كريتير مهمين نوبجيكتيف سبورتيف اللي قلت عليه هنا بدايما لمشي يكون مهم تكتشف اللاعبية موظم اولويات معاها كانت كلامك انتي صحيح في وضعية عادية اذا كان احنا البطولة متاعنا ماشية في سير عادي وعننا الوقت مش نكملو الشمبيونة متاعنا ديبيو ماي معناش ضغط في الرزنامة وقتها كلامك معقول لكن اذا كان عنا يجب انشوفوا الاولويات ناخذوا الاندياش عندها استحقاقات والجامعة عندها ميزانية وكذا ونشوفوا شنية الاولوية طوى في الوقت الحالي الاولوية مايش المشاركة في الشعب اذا كان شاركنا وعننا المويا كما قال طارق بفريق ثاني ولا كذا بش ملعبية برزة ولا بش انفعنا بطريقة او باخرى للمنتخب اما بش تجي طوى تعيق واكلا بش تقولي ليك مشكلة هاو هزلي انا الملعبية متاعي البعين وخل الاخر بورلو فاذوريزيم معنى بش تقوليك مشكلة بعض النادي الفريقيا احسن اللاعب هزو خلى احسن اللاعب فالتوال و المستير ماينا جموش يتفهمه معنى كلكم ضد كلينة معاه معنى ماينا جموش يتفهمه انا انا معاه انا معاه مصرف انتو ما كلكم ضد المشاركة انا عمدي حاجتين معاه المشاركة لكن مع المشاركة إذا مش ناخذوا ليزيليت مثلا بتاع ناخذوا ليزيليت خمسة ستة سبعة عشرة ومعها ناخذوا مثلا بالدرجة ثانية نجم ونعملوا كاكة ونمشيوا للشعر لكن انت هكذا لكن كان مش تاخذ مثلا من الفرق اللي تلعب في الشامبيونات بتاعنا رأوا صعي بياسر حتى فريق ما ومشي يخليلك معنتها الجوارات وما ومشي يعطيك أحسن الجوارات اللي عنده اسلام فهموا سويا لأخي انت من الحاجات المهمة في ذل اللجنة التسويق انا في رأي مهمة لا لا انا بالنسبة لي عليش اقول لك يكونوا خزان يمشون عنا خزان في البطولة انا بالنسبة لي انا اهم حاجة في فكورتنا لا بطولة ليش كومش ينز بطولة حاليا انه المكتب الجامعة جديدة بشي يجي بشيخو بزيمامك البنية ذيك الكل انا بالنسبة لي انا سؤال بش ما نعاشينا ممكن نطرحوا سيبيلال انت بخاطر دي مراك مكش متفقل دي مراك فما ليش دي مراك مش متفقل دي مراه اللي كونوا حاس الشعرين هذو ممش يكملوا النهار 25 جانفي مش يكون تاريخ الجلسة الانتخابية حسب رأيك المدة زمنية المتبقات هذية بش يكون كافية السيد كامال يدير بش يجاري فيها ويعمل فيها الجلسة العامة الخارقة العادة والجلسة الانتخابية ويجي مكتب جامي خاطر نحن الكلنا الحقيقة نحبوا نعيشوا نهار الانتخابات اللي عنا عام طوا نحبوا نمشيولوا ونشوفوا شكون اسم الرئيس الجامعة جديد وش نوها بش توافقوا عليه العباد والجمعيات ونرجع اخويا والجامعة ترجع طاقة الفلوس وترجع كورتنا كمان هذي اهم سؤال الشهرين هذو ما موجود ولا مش موجودين بش تنجم وننصوا الجلسة الانتخابية بطريقة اخرى نهار 25 جامبي مش تصير الانتخابات مش تكون انت على رأس قايمة في وسط اللوتين ولا لا تكون على رأس قايمة ولا ما نكونش مش هذا المهم احنا المهم انه الجيل الشخصية اللازمة والتي تنجم تفيد كورة تونسية وتكون موجودة على رأس الواعد بش نقطعه مع التسير الوقتي هذا اللي ما ما عندوش الحقيقة وين يوصل تكون نهار 25 شهرين يكفيو حتى قانونيا الاجيل عندك بش تدعو الجلسة عامة بش تكون نهار 25 ولا 26 فما جلسة عامة خارقة جلسة عامة انتخابية لكن انا كسمعت يقولوا انه الفيفا تصلت به بش يمدد وهو محبش مدد الحقيقة خفت ليش لانه موش هذا اللي صار اللي صار نهو اطلب بش مدد هما قالوا لولي ايه معلومة ثبتة ايه معلومة ثبتة معلومة ثبتة واضح مانا ايه معلومة ثبتة وكان في الفارم ايه يجبتوها كل واحد عنده معلومة ثبتة في الميدان وانا زادة معلومة ثبتة في الميدان انتي ميدانك تفشيكو منعاش يجب يكون حل للاعبية ثلاثة ثانية يجب يكون حل للاعبية يجب يكون استراتيجية واضحة ونستخدم مانع المشكلة اننا نعود ونرجع الاشكالية اللي ما عندناش رئيس جامعة وما عندناش جامعة ومعنتها منظمة ومشكلة التحكيم ومشكلة عدة مشاكل والتمويل والواتوك مانت فوق برشاة تعرف كي واحد يبدأ يخمم مش بطريقة بارئة الاجتماع اليوم كان حبينا نوصل الجلسة انتخابية اليوم كان اجتماع خاص بتنقيح القوانين اهم حاجة المشاكل اللي صارت لنا في القايمات اليوم هشان والرزنامة هذي انا رايي ما كانش تدخل موهمين زيدا ولا مش موهمين قد تنقيح القوانين مو مش موهمين قد تنقيح القوانين خير هذي ما تمنعش هذي ونشوهم بعضهم مزول يا سلام لازم ترجع انت طوش عريل تاليش كنا نحكيه ع القوام هذا كفي الاخر خذي البيت رواء الاخر شبيه ما جايش لاخر زكاة هذم كل لازمها تتنحها هالشان والرزنامة لا لا فم اولويات مش معناتها يتنحوا لكن اولويات نمشو الاولويات تقريبا صوته في السنداج مزامة واصلة حتى نهاية الحسام تيانا ثمين سبعين بالمئة منهم مع عدم المشاركة في الشانس وثين وعشرين بالمئة فقط ضد شكون ملل معه وشكون ضد واللي تنتي لي ضد ضد المجموعة نمشي وفاصل وبعد نكمل اخف جزء من حسامنا اليوم شكرا 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 شكرا